بسم الله الرحمن الرحيم انت يبقى تنظيف الاسنان للطفل ضار او حتى للكبار كمان بس انا هنركز بالنسبة للطفل عشان نقول مراحل عمرتها محدسكم اصدقاء دكتور بناجة عبد السميق وكل كلية سابق اللي الدراسات العليا والبحث باحدة كل الطب الاسنان زي ما قلنا رط وقايا ولا فدين علاج دي اسنان لبنية بتوع الطفل مهتم باسنانه واهله علموه ازاي استعمال فرشة صح والمعجون فاسنانه سليمة وحاجة زي الفل التاني لا اسنانه مسوسة وادى الى خلع بعض الاسنان والتانيين في طريقهم للخلع اللومة عفع الجوش يعني مش مهم العلاج بقى وبس العلاج ويهتم من فرشة المعجون كمان طيب انا اسمت لكم المراحل العمرية للطفل وازاي يهتم باسنانه فالأم لاجب تهتم باسنان طفلها عشان محصصش تسميس ومن سن الولادة لحد عمر سنة الأم بتنظف الاسنان بتشيل البلاكل عليها لطبقة البكتيريا بترصب على الاسنان نتيجة الرضاعة او انها بتسعم مساعدات يعني بتعمل ايه بتجيب حيث الشاشة وتلفها على صباحها وتبلها مياه وتبدأ تنظف له اسنانه فوقه وتحته ومن جميعه ومن ناحية الخد والشفة ومن جوه من جميعه الاسطح يعني وحتى ممكن كمان تكحب بيها ايه القهر اللي سام بتاعه ده مجرد ما يطلع يبدأ له اي سن لبني في السن اللبنة بيطلع اول سن من ستة السبع شهور تبدأ تستعمل عكاية دي طيب اطفال بقى بعد ما يطلع يعني من ستة لعشر شهور ما يوصل لعشر شهور بيبقى فيه عدد من الاسنان كمان طلع تاني فيفضل استعمال بقى معجون بس معجون يكون بدون فلورين ما هوش free from فلورين ما هوش يعني خالي من فلورين مع فرشة فيه فرش مخصوص اطفال معمولة من السيليكون بتبقى يعني لها كده تلبس في السبع والام تبدأ تستعملها للطفل وهو بعد كده حقيقة ما يتعلم يكون يستعملها بنفسه طيب من سنة لثلاث سنين ما يبقى عمره سنة الى ثلاث سنين بندخلوا الفرشة الفرشة لازم تكون صغيرة ومن النوع الصوفت الطريعة بيكون حاجمة صغيرة عشان تعرف انت ما تخش جوا يعني بقى امت ما تروحش على الظهر اللسان وتنشط عملية ترجيع له طيب بتحط ايه بقى كمية من معجون بس تكون صغيرة قدى حبة البسن بعد كده الام بتساعد الطفل في الاول وهي لازل تكون هي تستعمل الفرشة ممكن تاخده معها في الحمام هو بيقلته بعد كده هي تاخده على صدرها كده وتقعد على كرسي وتاخده على صدرها قدام المراهة وتبدأ توريله ازاي بيستعمل الفرشة معكم والطريقة تاعة التنصيب عمتا بتبقى تبتدي من عند اللاسة ومن الفرشة وبعدين تنزل على اسنان في اللي فوق واللي تحت تقطع على الفرشة وتقطع على اسنان من ناحية الخد والشفة من بره تعامل نفس كده ومن ناحية سقف الحلق واللسان تحت نفس الشيء في الاخر خالص بتنظف السطح اللي بتمضغ عليه بيتمشيها قدامه وورا كده وفوق قدامه وورا بالتدريج الطفل هي ايه يتعلم بس تحت رعاية من الوالدين طيب من سن ثلاثة إلى ست سنين الطفل بدأ بيبدأ يعتمد على نفسه في تسنانه يبدأ خلاص بس لاجم برضو ايه الأب والأم بيتابعوه بدون ما يزهقوا يعني لازم كل شوية يذكروا عملت اسنانك يا حبيبي لا طب تعالى نعملها سوا طيب ويعني لاجب كمان هم يكونوا مهتمين عشان فاقد الشيء الأرضية المهم أولاء الأمور بيخافهم من بلع المعجون أنا في الصورة السابقة في معجون أسنان بدون فلورين في السن الصغير في السن الكبير ممكن نجيب له بالفلورين يعني هنا في سن السن بس يكون فيك نسبة فلورين قليلة حتى لو بلحها الفلورين بيتاخد في الآكل في المية مش حتى فما تخافوش من حكاية تسموه طالما نثبته ما تعدادش حد معين مش هيحصل يعني مشكلة بعد كده في العمر ده برضو من ثلاثة ستة ممكن يستعمل بقى الفلور السلك اللي هو الخيط خيط بتاع الأسنان يجيب الخيط كده وينضف بين الأسنان في خيط ده خيط حلو بيبقى مسبت في عاملة زي الشوكة كده من عيتين بس هي بلاستيك مش شوكة يعني بتشوك لأ ويبدأ ينضب مياه لو دي حلو ولو مش ديها اللي هو الخيط اللي هو بالمتر ده ويلف الأم تلف على سابع وعلى سابع وتنضف له وتعلمه وهو بعد كده هيه هيه هاهتمي بها ان شاء الله ويعمل بزيه ليه بنعمل الفلور السلك عشان البكتيريا اللي هي ما بين الأسنان في الملاطق اللي هي محشورة بين الأسنان بتبقى صعبة تنظفها بالفرشة فالفلوس السلكي هي يزيلها علشان ما احصارش تسويس بين الأسنان وبعضها البعض من سن ستة إلى اتناشر سنة في المرحلة ديت بيبدأ برضو ايه المسئولات بتبقى على الطفل الزيادة وهو بتقبل بقى وبعد كده يكلفه يعني خليه بقى يعتمد على نفسه بقى باستعمال فرشة المعبور ويعلمه ازاي ينضب ظهر اللسان بس يكون ايه تنظيف الظهر اللسان يكون سريع علشان ما ايه ما ينشطش الترجيع عنده وخليش النفس وتغم عليه وبالتدريج يستخدم الخير للفلوس السلكي هو بعد كده في عندنا كواشف حاجة اسمها رأس كده عشان تكشف ازا كان الطفل بنضف صح ولا غلق قوله تبرد نطف بالفكشة المعجون قولك بصح يقولك ما يعني الحمد لله قوله طب خد القرس ده انضغه لو مضغوا هدي السنان قبل لو مضغوا والسنان ظهر فيها اللون اللحمة ده على السنان يبقى هو فيه باكلاكلاكس طبقة البكتيريا بتتصبغ بيه بالمحتوى بتاع القرس دي انه ازا ما كانش فيه بكتيريا مش هتتصبغ حتى انها زي ما هي كده يبقى له لا لازم نعيد النظر في تنظيف وتاخده معا اه في السن ده خلاص ممكن استعمل الفلورين بس بنسب معينة وكميته واهميته والحاجات دي هنا هعملكو ايه فيديو مخصوص عشان بالنسبة للفلورين يعني وفواده الاسنان وكلام منه طب اين ده بقى النظف الاسنان بتاعتنا هل بعد الاكل مباشرة لا ده كلنا بنغلط وانا شخصية كنت بوصي نفسي وكل الناس اللي بنصحهم بالتنصيف انه بعد الاكل مباشرة لا طلعت غلط ليه؟ وكلام مقنع وعلمي ان الاسناء المضغ والاكل والحاجات اللي فيها مواد حمضية الاحماض دي بتساعد على انها تنتزع الامناح المعدنية من طبقة المينة اللي هو الكلسيب والفسفور فيؤدي الى ليونة سطح هذه الطبقة وبالتالي ما استعملت فشو معقول مباشرة هتبقى طرية مش هتقاوم ايه الخدش يعني مش هتقاوم انها تتشاع هتشال بسهول فيؤدي الى ان طبقة المينة بالتدريج يعني سمكها يقل ويحصل بمشاكل بقى طيب نعمل ايه بقى عشان نتجنب الحكاية ديك استعمل فرشة والمعقول بعد نصف ساعة من نهاية الاكل خلص اكل واستنى نصف ساعة فكلام نصف ساعة اللي بيحصل ان القلوية بتاعت الريء بترجع تبقى خواعية يعني الريء بيرجع بدل المكان حاملي يبدأ يرجع يبقى خلوي لما يبقى خلوي بيساعد على ان ايه القناتي عليها بالفيديو ده خمسة واربعين فيديو في مختلف تخصطي بالاسنان وفيديوهات عامة زي الفيديو ده مخصص لي الناس اللي هم مهماش اطباء اطقوا على خير انظر ان لا اتمنى دا ما انا اشف co انا او 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 شكرا